المشاهدين نبدأ الآن مع أخبارنا المحلية خبرنا الأول سموه أمير البلاد حفظ الله ورعاه يشيد بالدور الخيري والإنساني الرائد للجمعيات الخيرية خلال استقباله لأعضاء اللجان والجمعيات الخيرية شوف هذا التقريب سعيد أن ألتقل من المجموعة الخيرة الطيبة يعني العرب العربي كله والأفريقي كله استفاد منها وما ما قصروا في في عطاءهم للآخرين ربنا إن شاء الله يوفقهم ويجعلهم دائما هم أحد الخير وهذا ما يذيع عند رب باجي يعني عطاء بهؤلاء الناس ما فيه إلا إلا إن الله يجازيكم خير ناس يدولون الخبزة يحفلون وإنه الحمد لله الله عطامي الخير والنعمة وكل شيء فليش نبخل على هؤلاء النس فلذلك يعني عمركم إلي تعملوه ما يضيع عند ربنا أبدا سيكون إن شاء الله نحن وإياكم إن شاء الله في الجنة إن شاء الله نستمع في الاجتماعات الله يسيد الحمد لله الكويت ليست في أكبر الدول العربية وليست أقل الدول العربية لكن أهلها أقل من الآخرين نفسياً أقل منهم إحساساً بالآخرين والحمد لله ربنا يتم علينا به أذكر قبل إذا احترقت سفينة شرق أهل جبلة كلهم يوم هيعرفوا منه ستة صاحبة يعود أهل الكويت أهل الكويت يعني مستشفياتهم الحمد لله يعني تشوفوها في أكبر مستشفيات أعملوا أهلهم أهل الكويت ما حي قال لهم أقصبهم يسوون لكن من أنفسهم الحمد لله ربنا إن شاء الله يزيدهم خير ويزيدهم إن شاء الله نعمه عما بقى خواتي البنات كثر خيرهم أنا أعرف كيف سكفر يعني قاموا بواجبهم وربنا ما ينساهم على عملهم الحمد لله